أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل لسه لقاءاتنا وفقراتنا مستمرة مع حضراتكم من ميناء العريش الحقيقة نزامة بنتكلم أن فيه مشروعات كبيرة اتعملت وكان لابد منها لأنه كان جي فترة وكان فيه تهميش في هذه المنطقة لكن فيه عدد كبير جدا من المشروعات تمت لتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاع دلوقتي نتكلم مع حضراتكم عن قطاع زي قطاع الكهرباء هنفيه مجهود كبير جدا بوذل في هذا القطاع من إنشاء محطات جديدة ونقل محطات غازية إلى محطات بخارية وهنعرف طبعا بالتفصيل معنى محطة غازية ومعنى محطة بخارية إنتاج الكهرباء دلوقتي وصل لفين هل فيه تأمين كامل للإحتياجات من الكهرباء لأنه الكهرباء مش فقط للمنازل حتى المشروعات العملاقة للدولة بتنفذها هنا على أرض العريش وفي أرض شمال سيناء بشكل عام هي محتاجة هي كمان عدد كبير جدا أو كمية كبيرة من الكهرباء المنتجة هنتكلم طبعا عن مشروعات الطاقة الكهربائية اللي تم تنفذها خلال الفترة اللي فاتت في شمال سيناء مع المهندس أشرف يوسف رئيس قطاع الإنتاج بشركة شرق الدلتا اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا بشمهندس يا أهلا بحضرتك الفند طبعا أهم المشروعات اللي تمت في الفترة اللي فاتت هي نقل وحدتين غازيتين من محطة ضميات المركبة إلى محطة العريش البخارية ودول قدرة كل وحدة 125 ميجاوات يعني احنا بنتكلم على إجمالي 250 ميجاوات لو احنا بنقول ان المحطة العريش الحالية بتندق 55 ميجاوات يعني احنا بنتكلم إضافة خمس أضعاف القدرة الحالية لشمال سيناء المشروع الثاني طبعا اللي هو أقيم على اللي بيقام على شمال سيناء هي إنشاء محطة تم إنشاء محطة المساعيد جهد 626 22 كيلو فولت إنشاء محطة الشيخ زويد 66 22 كيلو فولت دي أهم المشروعات اللي تمت في مجال الكهرباء طيب عظيم ده كان كبير جدا من المشروعات لكن قبل إنشاء هذه المشروعات برضو نحب نعرف الوضع كان عامل إزاي والله الوضع طبعا كان سيء طبعا نتيجة لما كان بيحصل مشكلة في انقطاع الدوائر الكهربية نتيجة الأعمال سواء الرهابية أو الأعطال الفنية وكان قدرة اللي عندي أقصى قدرة عندي 55 ميجاوات وبالتالي أحمال العريش في الفترة الأخيرة وصلت 90 ميجاوات فبالتالي كانت بتتعرض مناطق كتير للعريش في إزلام تام لما نجي نتكلم إن أنا عندي الوحدة الوحدة 125 ميجاوات وإجمالي الأحمال في العريش 90 ميجاوات يعني أنا وحدة وحدة قادرة على تغطية العريش كلها وحصل فعلا من فترة بسيطة انقطاع فعلا للدوائر وتم بنجاح تغذية مدينة العريش بالكامل من خلال محطة العريش الغازية يعني محطة واحدة محطة واحدة كفيلة تبقى أكتر من الطاقة الاستعابية لشمال سيناء دلوقتي إنما الفكر دايما طبعا إن إحنا بنخطط للمستقبل عشان إضافة للمشروعات الجديدة عظيم وكمان للكتلة السكانية لو زادت عاملين حسابنا للمستقبل عاملين حسابنا كمان لنقل هذه الكهرباء إلى مراكز أخرى إلى مشروعات أخرى بكل تأكيد ده مخطط هواسيات تكفيه في الفيز رقم 2 كمان إحنا لو نتكلم إن إحنا دلوقتي نجحنا في نقل وحدتين 250 ميجاوات ففي المرحلة التانية بتحويل المحطة من سيمبل سايكل الدورة البسيطة إلى دورة مركبة ودي من خلال غليات استعادة الطاقة إحنا إحنا مش فاهمين في النقطة فعلا نحب نبسط ونفهم أكتر أنا عايزة أقول بس إن أنا هضيف 125 ميجاوات تاني بدون إضافة أي وقود إضافي من خلال إن أنا أستخدم الغازات المنبعثة من المداخن اللي طلعة من السيمبل سايكل وأقدر أنتج بيها بخار وأقدر يدخل على تربينة وبالتالي يحصل إنتاج كهرباء 125 من خلال المولد المتصل بعمودة تربينة بدون استهلاك وقود إضافي وبالتالي كمان تقليل التكلفة بتاعت الكيلوات ساعة طبعا بكل تأكيد طيب كان فيه برضو نقطة كنا حابين نفهم أكتر من حضرتك الفرق بين المحطة الغازية والبخارية المحطة البخارية بمنطقة البساطة هي بتعتمد على إنتاج البخار من خلال الميا منزوعة الأملاح وبالتالي البخار بيدور عمودة تربينة وعمودة تربينة بيولد المولد اللي بيقوم بإنتاج الطاقة الكهربية أما عن الوحدة الغازية هي سيمبل جدا باخد الهواء من خلال فالاتر بيخش على الضواغت بنرفع ضغطه بيخش على غرف الاحتراق من خلال غرف الاحتراق بتحاول الغازات سخنة كذلك بتلف عمودة تربينة وبالتالي بدور المولد وبالتالي بانتاج الطاقة الكهربية بس فيه فرق مهم جدا ما بين الاتنين يمكننا لو بتكلم في تشغيل وحدة بخارية بتكلم ممكن بعض من 12 ل 16 ساعة عشان أشغل وحدة بخارية أما لو بتكلم على الوحدات اللي تم نقلها من ضميات للعريش حاليا احنا بنتكلم في خلال 15 دقيقة بنقدر نخش بالوحدات دي على الشبكة فبالتالي يعني بتاعتها عالية وبقدر أستخدمها في أي وقت أنا محتاج فيه لو حاولت أخش بالوحدة التانية بقدر أخش بي طيب ده عظيم جدا في حالة من يعني توفير الطاقة الكهربائية كان قبل زيما حضرتك ذكرت أنه كان بيحصل فيه أوقات فيه انقطاع للكهرباء فيه ظلام تام كمان حضرتك ذكرت سواء من الأعمال الإرهابية أو من الضغط كمان على شبكة الكهرباء الموجودة وكونا بنتكلم في الفقر اللي قابل دي على طول عن الميا الميا برضو المهندس فهيم المسؤول عن محط حليط المياه هنا في العريش قال لنا الميا برضو كان بتيجي مرتين في الأسبوع فأعتقد أن المواطن هنا حاسس بفرق سواء بالنسبة لأبسط حقوقه بالمناسبة يعني سواء الميا أو الكهرباء تمام طبعا يعني إحنا يكفي دلوقت أن إحنا لما بنجي العريش جميع الأكملة الشالت بنتكلم على المنظر الجميل للعريش الشوارع اللي تم رصفها الحياة اللي عادت بمنتهى الروعة للعريش وإحنا بنهني أهل العريش على عودة الروح الجميلة دي للعريش إن شاء الله ونتمنى لها مزيد من التخدم إن شاء الله كده إحنا عندنا كم محطة لتوليد الكهرباء هنا في العريش؟ إحنا عندنا المحطة البخارية اللي هي 55 وعندنا المحطة الوحدتين الغازيتين اللي هي 250 ميجاواط والمرحلة اللي بنتكلم عليها اللاحيقة إن شاء الله لو أضفنا 125 من خلال الدورة المركبة إن شاء الله عظيم مستعدين لأن القطاع الخاص يدخل في هذه الاستثمارات هو هو بالفعل موجود هو القطاع الخاص كان دوره لحد دلوقتي هو في الإنشاء والتركيب يعني إحنا لو بنتكلم على شركة حسن علام قامت طبعا بمجهود مميز في نقل الوحدات طبعا تم نقل الوحدات على عدة مراحل المرحلة الأولى طبعا فك الوحدات في ضمياط المرحلة التانية وهي كانت من أصعب المراحل اللي هي النقل البحري والميناء هنا استقبلت الوحدات الغازية اللي جاية من ضمياط لمحطة العريش بالإضافة إلى بعض الأجزاء عن طريق النقل البري وبعد كده تركيبها تاني في محطة العريش البخارية وبدء الاختبارات فيها أعتقد أن احنا كمان شغالين على إعادة تأهيل المحطات اللي كانت موجودة بالفعل والله إحنا طبعا إحنا عندنا الخدرات الانتاجية كبيرة يكفي أن احنا بنقول أنا عندي الخدرة الكلية حوالي 56 جيجا على مستوى الشبكة أنا في الظروة في الماكسوم أنا بستخدم 33 جيجا يعني أنا عندي دلوقتي فائط في القهربة ما شاء الله يعني وربنا يزيده يبارك طيب ده عظيم كمان مهم زي ما كنت بتكلم في المقدمة لأنه مش إنارة المنازل فقط إحنا كمان بنعتمد عليها في كم المشروعات اللي بيتم تنفذها طبعا الأساس هو تنمية شمال سيناء ما فيش مشروعات تكشي كهرباء طبعا طبعا يعني إحنا همينا طبعا الاهتمام من الدولة بتنمية شمال سيناء وإن الكم الكبير اللي بيتم من ضفط الوحدات في العريش عشان المشروعات الجديدة زي ما إحنا بنتكلم الميناء وحدات التحلية مشروعات التنمية الصغيرة والمشروعات القادمة بمشيئة الله أعتقد أن التكلفة كانت كبيرة قوي والله إحنا تكلفة نقل الوحدات ديت حوالي 400 مليون جنيه ده النقل فقط ده النقل فقط ده النقل فقط من ضمياط لحد هنا تكلفة 400 مليون جنيه مصري لكن ما زال فيه انفاق على عملية أعادة تأهيل المحطات الموجودة ولو قولوا أن فيه توسعة بكل تأكيد هيكون فيه انفاق كمان على هذا القطاع طبعا لو دعت الحاجة إلى تأهيل وأعادة تأهيل الوحدات بيحصل تأهيل الوحدات بس كما بقول لحظة كان عندي ما شاء الله فيه فائد كبير في الطاقة عظيم المحافظة بتساعد في هذا الأمر طبعا والله إحنا ما ننساش دول المحافظة ودول القوات المسلحة في التصريح أثناء نقل الوحدات من ضمياط إلى العريش وإحنا بنوجلهم الشكر على التأسيلات اللي هما طبعا بكل تأكيد الموضوع كان فيه تأمين كبير آه تأمين كبير لنقل وحدتين زي دول والسرعة اللي تم فيه إحنا بنتكلم على إن إحنا فيقل من سنة قدرنا إن شاء الرحمن آآ ننقل وحدات ونشغلها ويمكن إحنا دلوقتي انتهينا من الفرست فاير وانتهينا من اختبارات الأداء وانتهينا من اختبارات الاعتمادية وفعلا حاليا دلوقتي فيه وحدة فعلا مية خمسة وعشرين ميجا وط موجودة على الشبكة بقالها حوالي شهر وإحنا في مرحلة التسليم القبل اللي الابتدائي عشان نسلم الوحدات للتحكم وقاومة يعني هي في تشغيل التجريبي دلوقتي؟ فعلا في التشغيل التجريبي وفعلا دلوقتي فيه وحدة من الوحدتين موجودة بقالها شهر على الشبكة بتنتج مية خمسة وعشرين ميجا لحين الطلب طيب عظيم جدا اللي انفتاحها رسمي بقى خلاص يعني ما نقول لحضرتك إحنا دلوقتي في مرحلة التجارب النهائية ومن المرحلة دي إن إحنا مشغالين وحدة فعليا وإن شاء الله يتم تسليم الوحدتين إن شاء الله يكونوا تحت تصرف التحكم وقام إن شاء الله مجهود كبير بكل تأكيد بنشكر حضرتك عليه والمهم إن المواطن فعلا يكون لمس حاجة زي دي ده أهم حاجة أكيد 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 أشكر حضرتك كتير جدا نشكر حضرك يا فندم شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمهان شكرا جزيلا للمهان قائز قطاع الإنتاج بشركة شارئ دلتا شكرا جزيلا لحضرتك وللمجهود الكبير اللي بزلته في الشركة من أجل يكون عندنا اكتفاء ذاتي في هذه المنطقة تحديدا من الكهرباء وزيما حضرتك قلت إن محطة العريش فقط بتغطي العريش يعني حصل انقطاع زيما حضرتك في كلامك والمحطة دي فقط هي اللي قامت بتغطية المدينة بالكامل تمام شكرا جزيلا للمهان شكرا جزيلا للمهان شكرا مشاهدينا لسه لقاءتنا وفقراتنا مستمرة من أرض العريش لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد الفاصل نكمل لقاءتنا